بداية أخبارنا من نادي الزمالك نادي الزمالك اللي باستعد لمواجهة مش هكون سهل أبداً أمام بلدية المحلة الزمالك جاي بفوز على طلاقع الجيش منتشي عايز يرجع انتصار في انتصار في انتصار ليعود لمكانه الطبيعي في جدول ترتيب الدوري على الأقل يكون موجود في المربع الزهبي نادي الزمالك ممكن حد يشوف أن الجدول أن الصفقات أن الأسماء أن كل التفاصيل تخلي ماتش سهل ولكن البلدية بتسعى لفوز في اللقاءات اللي جاية البلدية عايزة تجمع أي نقاب مع كابتن أحمد كشري عشان كده المواجهة مش هكون سهلة أبداً جوميز هيدخل معسكر مغلق استعداد لمواجهة البلدية من المقرر بقى أن يخود الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب النادي بشكل طبيعي ثم يعلن المدير الفني القائمة لتدخل المعسكر وزي ما احنا عارفين أن الجوميز بقاله لقائين كده مش بيعلم عن قائمة الفريق والكلام أنه قال مش مهم الناس تعرف أو الميديا أو المدربين أو الناس تعرف من اللعيب الموجود أو من الغايب أو من اللي خارج القائمة وجهة نظر تحترم طب هو ليه معضوه اختلف؟ هو زمالك كان في بداية الموسم قبل المعسكر بيعلم قائمة الفريق القائمة اللي بيكون فيها كل اللعيبة اللي موجودة في منها هيطلع قبل اللقاء في منها لأ ولكن جوميز بقاله ماتشين قرر عدم الإعلان عن القائمة قبل المعسكر هيعلم فقط اللعيبة اللي الناس تعرفها وقت تشكيله مين هيكون على دكة البدلاء طب ماتش هيكون بكرة يوم الاتنين في استاد القاهرة الدولي ده لقاء من ضمن مؤجلات الجولة 17 من عمر دوري نائل الزمالك بيخلص مؤجلاته ماتش لفات أيضا كم من اللقاءات المؤجلة طب بعيدا عن استعداد الزمالك لماتش بلدية المحلة مسؤولي نادي الزمالك بيسبق الزمن سبق الزمن في أكتر من حاجة ولكن أهمها هو إنهاء تماما أزمة القيد أزمة القيد اللي فيه الزمالك عليه مستحقات أبرزها مع خالب بطيب ومساعدي مدرب الصابخ لنادي الزمالك فريرة الزمالك عايز يخلص الأزمة دي علشان يبدأ يخلص بعض الصفقات يبدأ يمضي صفقات يبدأ يشتغل على الصفقات اللي تكون موجودة معاه قبل السوبر الأفريقي السوبر الأفريقي يكون في سبتمبر مع النادي الأهلي مباراة كل الوطن العربي ومصر وأفريقيا في انتظار لقاء قوي فالزمالك عايز إنهاء أزمة القيد علشان يبدأ يسجل صفقات جديدة ويبدأ يدعم اللعيبة ويدعم الفريق بصفقات تخلي المطفين الدية بشكل جبير نادي الزمالك بيعاني من كثرة الغيابات في جميع المراكز ده مش كلامي ده كلام جوزي جومز المدير الفني النادي الزمالك في اجتماعه مع مجلس دارة الزمالك اللي قال الزمالك على الأقل محتاج تمن لاعبين جوزي جومز قال الزمالك محتاج تمن لاعبين على الأقل علشان يقدر ينافس على البطلات الجديدة في الموسم المخبل قال الزمالك محتاج اتنين في خط الدفاع ظهير أيصر وظهير أيمن كمان قال محتاج الزمالك سنائي في خط الوسط وسنائي في شكل الهجوم جوزي جومز عايز يحارب وينافس على كل البطلات عايز يقول للإدارة عايزين صفقات سوبر مش بس في المحليين بيتكلم عن اللعيبة الجاية أفريقيا واللعيبة المحترفة جوزي جومز في آخر كلام لي مع الإدارة قال كل المحترفين مش محتاج منهم غير واحد فقط هو حمزة المسلوسي قال في عدم اقتناع بأي لعب خلال الموسم الحالي من اللعيبة المحترفة سوى حمزة المسلوسي عايز لعيبة سوبر سواء محلي أو سواء من اللعيبة المحترفة رفض جوزي جومز المدير الفني نادي الزمالك رحيل يوسف أوباما لما طبعين معنا بقالنا أسبوع ما نتكلم من أوباما من اللعيبة اللي جايلها عروض وتحديدا جايله عرض من الدوري الإماراتي والكلام إن يوسف أوباما ما عنده مشكلة أبدا يجدب مع نادي الزمالك والإدارة عايزة تجدب مع يوسف أوباما ولكن الموضوع ماشي من خلال السايكل السليمة من خلال الطريقة السليمة الطريقة السليمة إزاي؟ إن الأول هيروح يسأل المدير الفني إدارة النادي سألت جوزي جومز هل أنت في احتياجك لا يوسف أوباما الرجل قال أنا محتاجه ومش همشي طب محتاجه ليه؟ يوسف أوباما من اللعيبة اللي بيحل حلول كتير جدا تكتاكية داخل الملعب بيلعب فروت زي ما احنا شايفين وبيسجل بيلعب شادو سترايكر ممكن يلعب رقم 8 ممكن يلعب رقم 10 ليه حلول كتير مع مدير الفني والمدربين بيحبوا دايما اللعيب اللي يخلق له أكتر من حل يخلق له أكتر من مكان يعني في غياب فراودة نادي الزمالك عدم اقتناع مدير الفني بناصر بإصابة سيف عدم موجود سامسون كمان قدر يسجل يوسف أوباما ويلعب على أساس نوع فروت صريح وسجل في آخر لقاء مع الزمالك الهدف الأول أمام طلاق الجيش